أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الستوديو الأستاذ خالد داود مدير تحرير الأهرام ويكي مرحبا بك مرة أخرى أهلا بك أستاذ خالد أبدأ معك من الموقف المصري في الواقع بعد سلسلة الردود الأفعال على قرارات محكمة العدل الدولية كان هناك تسريبات لوسائل إعلام أجنبية في الواقع تتحدث عن تملم المصري من اتهامات إسرائيلية خلال مجريات المحاكمة بأن عدم إدخال المساعدات سببه تقصير الجانب المصري ورد الفعل المصري تحدث عن مشاورات داخلية لسحب السفيرة المصري في تل أبيب يعني أنا أعتقد بداية أنه الأمر يمكن وصفه بأكثر من تملمه وهو حالة من الغضب في الواقع من الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة أمام محكمة العدل الدولية في المرافعة التي تمت في الحادي عشر من الشهر الحالي وذلك لأن الكل يعلم بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن إسرائيل هو الجانب المسؤول عن دخول كافة المساعدات إلى قطاع غزة ولعل حضرتك تتذكر عندما كانت المشاورات تجري لاعتماد قرار من مجلس الأمن في منتصف شهر ديسمبر الماضي من أجل الدعوة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كانت مصر مع الإمارات ومجموعة من الدول العربية تقدموا بمشروع قرار يطالب أن تكون الأمم المتحدة هي الطرف المسؤول عن تفتيش الشاحنات والمواد الغذائية التي تدخل إلى قطاع غزة ولكن إسرائيل قومت ذلك بشدة واعتبرت أن ذلك من ضمن الخطوط الحمراء وسندتها في ذلك الولايات المتحدة وبالتالي صدر قرار مجلس الأمن بالاكتفاء بتعيين منصقة للاطلاع على الأوضاع في قطاع غزة والاحتياجات مع الاستمرار في احتفاظ إسرائيل للأسف الشديد بالحق في تفتيش أي مواد تدخل إلى قطاع غزة والمندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أصدر بيانة شاكرة في الولايات المتحدة التي حفاظها على ما سمى بالخطوط الحمراء الإسرائيلية إلى جانب أن هناك مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي آخرهم السيد أعوض مجلس الشيوخ السيناتر جريس فان هولن زار معبر رفح قبل نحو أسبوعين وأدل بتصريحات أعرب فيها عن انزعاجه الشديد من الإجراءات المعقدة التي يتبعها الجانب الإسرائيلي من أجل تمرير المساعدات إلى درجة أن ربما تمرير كل شاحنة من الجانب المصري إلى الجانب الإسرائيلي يستغرق ما بين أسبوع إلى عشرة أيام على الأقل وإلى جانب رفض العديد من المواد التي تدخل إلى قطاع غزة مثل الأكسوجين أو المواد اللازمة لتوليد الأطفال وكل هذه الأمور بزعم أن هذه المواد يمكن استخدامها بشكل مزدوج من قبل مقاتلي حماس في الأنفاق التي مفترض أنهم يعملون من خلالها على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي مصر تضغط في الواقع منذ بداية هذه الحرب من أجل ضمان دخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق ولكن الذي يتحمل المسؤولية بشكل كامل هو الجانب الإسرائيلي وعندما بدأت الحرب في الواقع وكان هناك ضغوط كبيرة للسماح بخروج الأجانب العليقين في قطاع غزة ربطت مصر السماح بخروج هؤلاء بدخول شاحنات المساعدات الغذائية ولكن حضرتك عارف إحنا عتدنا من إسرائيل الكذب طوال الوقت وبالتالي أعتقد ربما قيام مثل هذه الادعاية من قبل الجانب الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية هي التي دفعت مصر للتفكير جديا في اتخاذ حقوق سحب السفير من إسرائيل التفكير جديا بسحب السفير نتحدث عن أكثر من 110 أيام من حرب مستمرة على قطاع غزة ونتحدث عن آلاف الشهداء وربما عشرات آلاف المصابين وما تزال مصر تفكر هذا الموقف لماذا لم تسحب ببساطة السفير خمس ساعات من المشاورات ومن ثم قالت أننا فكرنا في سحب السفير هذا الموقف يثير كثير من التساولات يعني مصر بدورها شديد الحساسية في التعامل مع قطاع غزة بحكم أننا لنا حدود مستركة مع هذا القطاع والارتباط التاريخي مع قطاع غزة هيك عارف أن مصر هي اللي كانت مسؤولة عن إدارة القطاع بين الأعوان 48 صحيح حتى الاحتلال الإسرائيلي في 67 ويعني فيه رفح مقسومة نصين رفح مصرية ورفح فلسطينية ولكن في النهاية مصر حتى هذه اللحظة ما زال لها دور فاعل للغاية في المفاوضات التي تجري سواء لإدخال المساعدات الإنسانية أو لتبادل الأسرة بين إسرائيل وحماس فالحال هو كما هو الحال بالنسبة لقطر يعني قطر ومصر هم الطرفان الأساسيان الذين تتعامل معهم الولايات المتحدة من أجل تسهيل التوصل لذين المفاوضات وزي ما حضرتك شفت يعني الرئيس بايدن مبارح كلم أمير قطر وكلم الرئيس المصري بتأكيد للدور اللي بيلعبوا الدولتين في السعي لتخفيف ويعني إنهاء قبل تخفيف إنهاء هذه الحرب والعدوان الوحشي الذي تقوم بإسرائيل فبالتالي على أقل من النحاء الرسمية طبعا من النحاء الشعبية أعتقد أن غالبية المصريين كانوا يتمنون لو تقدم الحكومة المصرية على هذه الخطوة ولكن ما نسمعه من الجانب الرسمي المصري أن اتخاذ مثل هذه الخطوة ربما يعيق قدرات مصر على قيام بهذا الدول في الوساطة لكن ألا يمكن لهذه الخطوة أيضا أن تشكل ضغط على إسرائيل لا ننسى أن إسرائيل تتعامل مع مصر التي هي ليست فقط دولة جوار هي واحدة من أكبر الدول العربية من أكبر الدول في المنطقة أيضا ولها دور فاعل كما ذكرت ألا يمكن لمثل هذه الخطوة لو أجريت أن تشكل حقا ضغطا على إسرائيل ولكن أيضا حضرتك أكيد قرأت التصريحات التي نقلتها القناة 13 للتليفزيون الإسرائيلي والذي عشار فيها أن الرئيس المصري رفض استقبال مكالمة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بسبب هذه الادعاية فبالتالي من المؤكد أن هناك توتر في العلاقات وخاصة أيضا هناك نقطة أخرى شديدة الحساسية تعلمها جيدا تتعلق بما يسمى بمحور فلادلفيا أو محور صلاح الدين المنفذ الوحيد بين قطاع غزة ومصر والذي تشرف عليه مصر بالكامل الآن بعد انتهاء أو تراجع الدور الذي تقوم به حماس في قطاع غزة بسبب الانشغال في عمال القتال التي تقوم بها الآن وهناك محاولات إسرائيلية حثيثة في السعي للوصول حتى محور فلادلفيا وحتى خرق المواد الخاصة بالتفاقية كام ديفيد بين مصر وإسرائيل إلا التي تنص على عدم ضرورة وجود أي قوات إسرائيلية في هذا الجانب على الإطلاق وهي دي كان أيضا من ضمن الرسائل التي أوصلتها مصر للجانب الإسرائيلي أننا لن نسمح بدخول القوات الإسرائيلية إلى هذه النقطة مع خشية حقيقية منذ بداية الحرب وأعتقد دي أحد الأمور برضو للنظام أو الحكومة المصرية قومتها بشدة مسألة تهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شمال سيناء لأن هذا معناه عملية تصفية القضايا الفلسطينية وتحقيق الحلم السهيوني القديم بتهجير سكان غزة إلى الجانب المصري وتهجير سكان الضفة الغربية إلى الأردن فبالتالي ربما مصر لم ترد اتخاذ هذه الخطوة على العقل هذا ما نسمعه من قبل المسؤولين المصريين لكي يكون هناك قنوات اتصال مفتوحة مع الجانب الإسرائيلي ربما مصر في هذه الحرب تحديدا تتحمل مسؤولية أكثر من الجانب الأردني الذي أقدم بالفعل على اتخاذ خطوة سحب السفير احتجاجا على استمرار هذه الحرب ولكن لا تستبعد أننا فيه ثوابق تاريخية عديدة على مدى العلاقات وأعقاب حروب إسرائيلية مشابعة سواء ضد الشعب في لبنان أو ضد فلسطين اللي تم على أساسها سحب السفير المصري ولكن أعتقد أننا الآن في مرحلة شديدة الحساسية هناك جهود مكثفة تبذل من أجل التوصل إلى وقف الإطلاق النار صحيح ومن ضمن هذه الجهود ربما التنسيق الذي يحدث اليوم ربما بعدة مبادرات تنقلها منذ دقائق ربما عندما انضممت إليه في الستوديو الفينانشال تايم النيويورك تايمز ووسائل الإعلام أخرى تتحدث عن مبادرات من عدة دول من ضمنها بريطانيا والولايات المتحدة وقد تنضم إليها أيضا دول شاركت في الوساطات خلال الفترة الماضية من ضمنها مصر وقطر كما تقول لأي درجة يمكن فعلا للدور المصري أن يكون فاعلا في صياغة مثل هذه التفاهمات ليس فقط لناحية إدخال المساعدات هذه قضية مهمة لكن لا تحل المشكلة صحيح لأي درجة تمتلك مصر أدوات ضغط اليوم سواء على إسرائيل أو حتى على الحلفاء كالولايات المتحدة من أجل وضع حد لهذه المقتلة المفتوحة يعني من الواضح أن مصر عنصر فاعل في هذه الأمور يعني أكيد طلعت عن المبعوث البيت الأبيض الذي سيد بريت ماجرك ذهب إلى مصر ببداية ربما أعتقد أول من أمس كان موجود في مصر للتفاوض مع الجانب المصري بهذا الشأن نسمع عن اجتماع مقبل في باريس سيجمع بين رئيس المخابرات الأمريكية سي آي إي ووليام بيرنز مع وزير الخارجية القطري ومدير المخابرات في مصر عباس كامل من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرة دور مصر في عملية تبادل الأسرة الأولى التي تمت في نهاية شهر نوفمبر لمدة أسبوع قصير للغاية أعتقد أنه كان مهم للغاية لأن الكثير من الأسرة كانوا يتوجهون إلى الجانب المصري أو في رفخ ثم يدخلون بعد ذلك مرة أخرى لتسلومهم إلى الجانب الإسرائيلي فمصر أعتقد دورها محوري جدا في تسهيل التوصل أساسا لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار ثم بعد ذلك قضية إدخال المساعدات الإنسانية وإن كنت أتفق مع حضرتك بالطبع أن الأولوية يجب أن تكون من قبل كل الأطراف في الواقع هو العمل على إيقاف الحرب والعائق الرئيسي في هذا الصدد هو الولايات المتحدة الأمريكية التي توفر الغطاء الدبلوماسي إلى إسرائيل في داخل مجلس الأمن إلى جانب الإمداد المتواصل بالسلاح للجانب الإسرائيلي فهذه أيضا من الأمور التي من المؤكد أن الرئيس المصري بحثها أمس مع بايدن في المكالمة الهاتفية التي جارت بين الطرفين وأخيرا جاء الموقف المصري الذي رحب بالقرار الذي صدر من محكمة العدل الدولية حتى لو كان أقل من الطموحات جميعنا كنا نتمنى لو صدر الأمر المباشر بوقف أعمال العدوان الإسرائيلي وأعمال الإبادة الجمعية التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي ولكن على الأقل ما لا يأخذ كله لا يترك كله وهناك جوانب إيجابية في هذا القرار كان يمكن أن ترفض المحكمة أصلا وتقضي بعدم الاختصاص ولكن المحكمة قرت بكل تأكيد أن هناك شبهة ارتكاب أعمال الإبادة الجمعية وإلا ما كانت قبلت هذه القضية من الأساس الاعتماد على القضية القوية التي قدمتها جنوب أفريقيا والتصريحات التي أدل بها وزير الدفاع الإسرائيلي والرئيس الإسرائيلي كل هذه الأمور اعتبرتها المحكمة من ضمن الأعمال التحريض على الإبادة الجمعية وأعتقد أن مصر أيضا رغم أنها ليست عضو غير دائم في مجلس الأمن ولكنها تنسق مع الجزائر الآن صحيح من القرار من المفترض من أجل التواصل إلى مشروع قرار